ركام مدينة هذا ما تبقى من الغوطة الشرقية التي كانت يوما عمرة بالهتاف الذي أرعب فرائس النظام في دمشق وأرهقه لسبع سنوات وجود قوى عسكرية على بعد كيلومترات من مقر حكمه شهر من العمليات العسكرية والقصف المستمر بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات التي كشفت موسكو عن تجربتها بالحرب السورية كانت كفيلة بإنجاز المهمة التي خلفت وراءها أكثر من ألف قتيل من المدنيين بعد خروج كامل للمشافي التي كثفت روسيا والنظام قصفهما لها والنتيجة هي أكثر من 120 ألف مهجر جرى إخراجهم على دفعات إلى إدلب شمالي البلاد في مشهد يوثق قساوة المأساة السورية وحدها دوما اليوم هي ما تبقى للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية حيث يأمل فصيل جيش الإسلام الذي يسيطر عليها في توصل الاتفاق يحول دون إجلاء مقاتليه منها إلا أن موسكو ودمشق هددتا بعمل عسكري ضد الغوطة ما لم يوافق جيش الإسلام على الانسحاب من المدينة على غرار ما حدث مع الفصائل الأخرى في مناطق أخرى من الغوطة وأمهلتها ثلاثة أيام للمغادرة بعد مفاوضات فشل فيها جيش الإسلام بتحويل دوما إلى منطقة مصالحة يبقى فيها تحت حماية روسية ومع نهاية هذا الفصل تكون موسكو قد استكملت مخطط التغيير الديمغرافي الهادف إلى تفريغ مناطق النفوذ الروسية والإيرانية من المسلحين والمدنيين في وقت انتقل فيه الصراع على سوريا إلى مرحلة اكتمال وتثبيت مناطق النفوذ بين القوى الخائضة في الدم السوري إذ يصعب القول أن سوريا ستعود كما كانت عليه حسب ما يتصور بعضهم فالتقسيم بات واقعا وإن لم تعلن عنه القوى الدولية وبالتالي فليست هناك في المدى المنظور والمتوسط أي وحدة لسوريا لا أرضا ولا شعبا لا سيما في ظل عدم أي مؤشرات للاتفاق على حل سياسي قريب